رفع مجلس الأمة اليوم رده على خطاب العرش السامي الذي تفضل جلالة الملك عبدالله الثاني بإلقائه في العاشر من الشهر الحالي إذانا بافتتاح دورة العادية الرابعة لمجلس الأمة الثامن عشر وقال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز إن أوامر جلالتكم للحكومة بضرورة اتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية تستهدف التخفيف عن كاهل المواطن في ظل الظروف الصعبة التي يعانيها الوطن والإقليم هي مسؤولية وأولوية يجب المباشرة بها فورا فيما قال رئيس مجلس النواب عاطف الترون إننا في مجلس النواب ملتزمون بتوجهاتكم السامية لسن القوانين وتعديل التشريعات بما يحفظ هيبة القضاء ونزهته متعاويننا مع الحكومة في سبيل اتخاذها لقرارات جريئة تنعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني وحياة المواطن تؤكد على أولوية الإنسان وقبل أي اعتبار وأن يلمس الأردنيون مباشرة أثر البرامج والسياسات على مستوى حياتهم وإن أوامر جلالتكم للحكومة بضرورة اتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية تستهدف التخفيف عن كاهل المواطن في ظل الظروف الصعبة التي يعانيها الوطن والإقليم مسؤولية وأولوية يجب المباشرة بها فوراً وستلقى بإذن الله كل الدعم منا جميعاً وسنتابع من موقعنا التشريعي والرقابي خطوات التنفيذ أولاً بأول وصولاً إلى تحقيق رؤية جلالتكم في خدمة الأردن والأردنيين أهنئ جلالة سيدنا أبا الحسين لنيله جائزة رجل الدولة الباحث لعام 2019 وهذا الإنجاز يا سيدي مصدر فخر واعتزاز لكل نشمية ونشمية من أبناء هذا الوطن وسنبقى دائماً رافعي الرأس عالياً بوطننا ومليكنا مولايا صاحب الجلالة إننا في مجلس النواب ألتزمونا بتوجيهاتكم السامية لسن القوانين وتعديل التشريعات بما يحفظ هيبة القضاء ونزاهته متعاونين مع الحكومة في سبيل اتخاذها لقرارات جريئة تنعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني وحياة المواطنين وتطلع بدورها اتجاه القطاع الخاص كشريك أساسي في عملية التنمية ولا نغفل هنا دورنا الرقابي لضمان تنفيذ تلك الإجراءات إن إيمان جلالتكم بالوطن وإمكانات أبنائه وطاقاتهم هو مصدر إلهام ومفتاح للمستقبل الواعد وستظل رؤاكم وتوجيهاتكم تضيء الطريق أمامنا نحو المجد والعلياء بخطة ثابتة معاهدين أن ننهض بالمسؤوليات الموكولة إلينا مساندين ومتعاونين مع السلطات كافة اشتركوا في القناة